النهاردة رئيس عبدالفتاح السيسي ناقش آخر التطورات في المشروعات القومية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وده كان خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمر طلعة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس قرر النهاردة أنه يخصص حوافز مجزية لتشجيع المتفوقين من طلاب برنامج أشبال مصر الرقمية اللي الهدف منه تكوين جيل من المتفوقين في مجال تكنولوجيا المعلومات وخلال اجتماع الدكتور عمر طلعت عرض على الرئيس سير الدراسة في جامعة مصر المعلوماتية شرح تطورات تنفيذ مشروع مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة وكانت توجيهة الرئيس هنا هي إنجاز المشروع وبأسرع وقت وإنه يتنفذ على أعلى مستوى من التكنولوجيا مع التوسع كمان في إنشاء مراكز إيداع مصر الرقمية اللي بتدي فرص كبيرة الحقيقة للتدريب وبتساعد المتفوقين في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال الرئيس السيسي النهاردة تكلم كمان عن مشروعات التحول الرقمي ما كانت الخدمات الحكومية وجه بأن كل هذه المشروعات تخلص وبسرعة بما فيها زيادة شبكات الألياف الضوئية إعداد أبراج شبكات الموبايل عشان يستفيد كل مواطن من هذه المشروعات وخصوصا إنها مرتبطة بمجالات التنمية طبعا مشروعات تحول الرقمي زي ما بتحتاج بنية أساسية بتحتاج كمان كوادر متدربة كوادر مستوعبة التكنولوجيا عشان كده رئيس في اجتماع اليوم اتكلم عن الجانبين دول من مشروعات التعليم والتدريب في مجال التكنولوجيا للمعلومات وعن تنفيذ المشروعات القومية في نفس المجال طبعا موضوع شديد الأهمية طيب النهاردة كمان كان فيه زيارة رسمية لمصر هي الأولى من نوعها للوزير أول المنصق للأمن الوطني في جمهورية سنغفورة تيوت شيهان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية استقبل الضيف السنغفوري والوفد المرافق لي الحقيقة الوزير السنغفوري يتكلم خلال لقاء عن رغبته في التعاون مع وزارة الداخلية المصرية عشان سنغفورة تقدر تستفيد من خبرات الوزارة في مجال مكافحة الإرهاب وفي نفس الوقت اللواء محمود توفيق أكد على أهمية التعاون الأمني ما بين مصر وسنغفورة وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية سواء بقى في مجال مكافحة الإرهاب أو الجرائم الإلكترونية طبعا تطور العلاقات الأمنية مع دولة أسيوية مهمة طبعا زيسنغفورة له دلالة مهمة منها التأكيد على مكانة الخبرات الأمنية المصرية على المستوى الدولي منها الفوائد اللي هتعود على الجانبين نتيجة هذا التعاون بين الدولة الحقيقة يعني موضوع شديد الأهمية